لطالما كان مشهد خروج الملايين في ثورة الثلاثين من يونيو يعد البرهان الأكبر على معاناة ورفض المصريين لاستئثار فئة بعينها بحكم مصر فميدان التحرير الذي انتفض في وجه مبارك في ثورة يناير تضاعفت أعداد مناصره وامتدت إلى الاتحادية وساحات محيطة بالتحرير رافضة السياسة التي تبعتها الجماعة التي أعلنت دعمها للمجموعات الإرهابية في سوريا تحت اسم الدولة المصرية بحسب المراقبين كان لابد من استرداد مصر إلى مصريتها هنا صار الناس وانضم إليهم الجيش فكانت ضرورة وطنية ثورة الناس ضد هذا الحكم الذي كان فاشلا بقدر ما كان غريبا على الشخصية المصرية والطبيعة المصرية خمس سنوات مرت على ثورة الثلاثين من يونيو هناك من اتهم جماعة الإخوان باعتماد سليب العنف على أسوار الاتحادية ومحاصرة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي وبأنها تغاضت عن فتح المنافذ للدخول الإرهاب من سيناء وإليها جميعنا نتذكر أنه بثلاثين يونيو توقف إرسال الإرهابيين والمقاتلين إلى المناطق المجاورة في الإقليم العربي لسوريا والعراق وليبيا وبالتالي ظلال وفوائد 30 يونيو لم تختصر فقط على الشعب المصر لكن أيضا ما ظلتها الإيجابية ظلالت على دول مجاورة مثل ليبيا ومثل سوريا ومثل العراق لكن ما يلفت الانتباه بعد ثورة يونيو هو أن الأحزاب المصرية وتحالفات القوى السياسية التي وصل عددها من 24 حزبا في ثورة يناير إلى أكثر من 100 حزب بعد ثورة يونيو قد اختفت بشكل ملحوظ من الساحة السياسية وانخفض معدل تأثيرها في الفضاء العام بحسب مراقبين فإنه لو لا ثورة 30 من يونيو لكان مصير الوطن مرهونا بيد جماعة كانت تسعى لتقصيمه وتفريخ ألوان مختلفة من الجماعة المتطرفة ثورة كانت تصحيح المصاري عنوانها بهدف الحفاظ على وحدة مصر خالد أبو عرب القاهرة المياد